قالت السيدة انتصار السيسي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها تبعت بكل فخر واعتزاز فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وأضافت أننا في احتياج إلى حوار صريح ومباشر حول مستقبل العالم فيما بعد الجائحة وخطر التغيرات المناخية وقد وفر المنتدى بأفكار شبابه فرصة لهذا بشهادة الجميع ووجهت السيدة انتصار السيسي تحية للمشاركين في المنتدى حيث أعربت عن استمتاعها بالحوارات والنقاشات الثرية مع قادة المستقبل كما هنأت منظم المنتدى على النجاح الفائق في اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية معربة عن تطلعها لنسخة الخامسة مختتمة كلامها بقولها دائما وأبدا تحية مصر بعزيمة شبابها